وأنا بصفة رئيس وزراء إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لأحقق هذه الرؤية هذه فرصة علينا نحن والعالم ألا نضيعها سيداتي وسادتي إسرائيل اختارت اختارت المضيئة إلى الأمام لمستقبل مزدهر ومسالم إيران وحلفاتها اختارت هي أيضا هي اختارت الانتحار والعودة إلى عصول مظلمة يعمها الدمار والإرهاب وأوجه سؤالا عليكم ما هو خياركم أنتم؟ أتختار أممكم الوقوف إلى صف إسرائيل إلى صف الديمقراطية والسلام أم أتقفون إلى صف إيران دكتاتورية وحشية تقمع شعبها وتصدر الإرهاب عبر العالم وفي هذه الحرب ما بين الخير والشر علينا أن نقف ثابتين عندما تقفون إلى صف إسرائيل فأنتم تدافعون عن قيامكم ومصالحكم نعم نحن ندافع عن أنفسنا ولكننا ندافع عنكم ندافع عنكم ضد عدو مشترك الذي يسعى عبر العنف والإرهاب إلى تدمير حياتنا لهذا على الأمور لا تختلط علينا وللأسف فالاختلاط قائم وقائما كثيرا في الكثير من الدول وفي هذه القاعة كما سمعت للتو الخير يصور كالشر والشر يصور كالخير شهدنا هذا الاختلاط عندما توجهوا التهم الكاذبة بحق إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية بينما نحن ندافع عن نفسنا من الإبادة الجماعية نشهد ذلك عندما توجهوا التهم مجنونة ضد إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية بأنها تجوع الفلسطينيين في غزة عن قصد هذا ضرب من الجنون نحن أدخلنا سبعمائة ألف طن من الغذاء إلى غزة هذا يعني أكثر من ثلاثة ألف سعرة حرارية يوميا لكل رجل ومرأة وطفل في غزة نشهد البزيدة من الخلط عندما توجهوا التهمات باطلة بحق إسرائيل بأنها تستهدف المدنيين عمدا نحن لا نريد شخصا بريئا واحدا يقتل هذه بأسات دائما ولهذا نبدو القصارة جهدنا لتقليص الخسائر من المدنيين حتى مع استخدام إعدائنا للمدنيين كدروع بشرية ولم يفعل جيش كما فعل جيش إسرائيل لتقليص من الإصابة المدنية نحن نقوم بإرسال رسالات النصية ونقوم بإجراء الملايين من المكالمات الهتفية ونوزع أيضا المنشورات لننذر ونحذر ونحن لا نوفر جهدا هنا كما نشهد أيضا خلطا أخلاقيا عميقا عندما من يسمي أنفسهم بالمتقدمين ويقومون بالسير في بظاهرات ضد إسرائيل ألا يدركون أنهم بذلك يدعمون الإرهابيين بدعم إيرانيين إيرانيون آفا إرهابيون قاموا بشنق المثليين وضرب النساء بسبب عدم ارتدائهم للحجاب وضربهم للمتظاهرين إيران تمولوا وتؤججوا الكثير من المظاهرات ضد إسرائيل وبعض المتظاهرين بل كثير من المتظاهرين في الخارج في خارج هذا المبنى قد يكونوا مدعومين منها السادة الحضور قال البلك سليمان الذي حكم في عاصمة الأبدية القدس قبل ثلاثة ألاف عاما وأعلن أمرا قد يكون مؤلوفا عليكم جميعا إذ قال ما من جديد تحت الشمس في عصر وصلنا فيه إلى الفضاء واخترعنا فيه الذكاء الاصطناعي والفيزياء الكونية قد يتسأل البعض عن هذا البيان ولكنني أقول أمرا لا شك فيه ما من شيء جديد أبدا في الأمم المتحدة بالتأكيد اسمعوها مني أنا ألقيت خطابة للبرة الأولى من هذه القاعة في 1994 كسفير لإسرائيل في الأمم المتحدة قبل أربعين عاما بالضبط وأعتقد أن هذا نفس المنبر وفي أول بيانة ألقيته هنا في ذلك الحين تحدثت ضد اقتراحي ترضي إسرائيل من عضوية هذه المنظمة مرت أربع عقود وأجد نفسي أقف على نفس المنبر لأدافع عن إسرائيل ضد نفسي ذلك الإقتراحة الغريبة